السلطان فؤاد السلطان وكانت مصر سلطنة وقتها السلطان فؤاد اللي هو خلف العمو حسين كامل بعت لدار سك العملة ببرمنجهام في انجلترا عشان تعمله ريال زي ريال حسين كامل عمو ريال سلطاني بنفس المواصفات والريال كان فضع عيار 816 ووزنه كان 28 جرام وقتها كانت اكبر عملة سوقية موجودة في مصر النص مليم المليم القرش القرشين الخمس ارش والعشان ارش لكن ريال كان موجود ريال عمو اللي هو حسين كامل ما كانش فيه ريال باسمه فدار سك العملة فعلا بعتت له عشر قطع كعينة يشوفها ولو اعتمادها يبتدوا يعملوله عليها لكن وقتها السلطان فؤاد حول مصر لملكيه واصبح هو ملك مصر وده كان اول مرة تحصل فاصبحت العشر قطع اللي خدها اللي هي مكتوب عليها السلطان فؤاد الاول دي موجودة معاه كعملة مش هيستعملها فبدأ يبعثها هدايا للمقربين واصبحت دي العملة النذر اللي المبحوث عنها المسجل منها في العالم ثلاث قطع فقط والسبع قطع ما زالت مفقودة علشان كده بنقول يا جماعة هي دي العملة النذر اللي راح ندور عليها ترجمة نانسي قنقر